اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عليش الحزب تدمر ثم عملية ترامريم بديت من 2013 امتاع الحزب فيه كله مؤسسين وكلهم كيف كيف وفهم شخص واحد هذا كهباء الهية قال عليه خالد شو كات اللي هو رغم دوره معناه اللي نعرفه أنا دوره مهم جدا اما هوش رباني موش كائن رباني موش المنقذ اللي حاكم بأمر اللي لا لا هو كيف ناو اكثر منا سن وقدر وابنينا الحزب مع بعضنا وكوناه وخدمنا عليه وكل حد عطاه من جهته يعني مفاماش هذي العقلانية وهذا ما يأخذ الأحزاب الى دورها المجتمعي والتاريخي والسياسي في معدى ذلك احنا بديناها بفادل كشكون مؤسس وشكون مش مؤسس ولا ونس كل بعد حط اللي يطلع في تلف ساعات ثم عبيد من عارفهمش يكتبوا تحته قيادي في نداء تونس قلت انا من زيل ثم تونسي حتى في موريطانيا وليبي نجم نقول قيادي في نداء تونس الموم في نداء تونس لا لان عملية حالة العبثة اللي صارت حالة التضليل والعبثة اللي صارت على كل حال انا والله عندي وصلت في مرحلة متقدمة خطرة الحمدولله جمعت من الجرائد للوثائق للبيانات وقاعد ندون فيها التجربة لانه اعتبر انه البنية اللي بنينها هذه كانت معجزة 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 اولا سابقة في التاريخ العربي الاسلامي انه حزب ماليه ما هو مش كيف كيف كنا نحب نطورها هذه منطقة نختلف في الرأي نتحد في الموقف ممكن اتخاذ موقف موحد من مجموعة مختلفة في الرأي راه كنا نحب نطور البنية هذه ونعطيها وظيفة متعرف انت منظر جدل البنية والوظيفة معناها كل بنية عندها وظيفة الجمعية وهذا جمعية عندها وظيفة والحزب عنده وظيفة والدولة عندها وظيفة والجيش عنده وظيفة فلسفة التنظيم اذا اختل الجدل هذا بين البنية والوظيفة نقول انا في المنطق العامي كما اللي جاي بحمول تسميه يحب يحطها على اوام فامتني ما خلوناش وانتهت الحالة الى ما هي عليها اليوم انت سيد لازهر بتجربتك اليسارية وبفكرك وتجربتك في المجال المقاومة فلسطينية وما الى ذلك يعني اعتقد ان ماذا كنت تنتظر في تلك اللحظة انا اذكر انه حتى في اللقاء خاص يعني كنت مركز اكثر على مسألة التوازن وبالتالي كنت تبحث عن الوظيفة اكثر ما كنت تتأسس الاستراتيجي في لحظة تأسس النداء لا 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 انا عندي وثائق احنا عملنا في 2012 ديسمبر 2012 وفيما بعد عندي وثائق دورتهم على المكتب التنفيذي ولو خيان اللي كانو قيادات وقت مكانش قدامنا لوزارات قدامنا الموت وقدامنا العلامات اليك حل وقدامنا اللي عملته خوله رشيدي وقدامنا يزمك تعمل لك حل في كرهدك اليانو حتى الحماية ما عناش حماية بايش ما يعقلوكش في الرومبونات وكنا مقابلين على التوازن صحيح لكن امنتا عندي مذكرات تنظيمية هزيتهم الرئيس الحزب ومرة مشينا اثناش قبلنا رئيس الحزب وعايتنا ستيب بكوش كونالويز مكتاحذر وحبينا نهايكلو للستراتيجي ما خلوناش شكو ما خليكمش شوف كانت فما ابعاد متعددة حقيقة باش من كان فما ناس يعتقدوا انه قد ما يقربوا من سيلبيجي وقتها ويعزلوا ويصفيوا ينجموا يدبروها وهو هذي الخلاص الفردي يسميوه ياخذوا اعتبار وياخذوا مكانه من خلال قرب من رئيس الحزب ومالحقيقة بداوا الناس بداوا الناس يزايدوا على بعضهم ويتسابقوا باش يقودوا سيلبيجي قبل انتخابات هذا انا انتخابات قبل انتخابات باش ياخذوا معناها باش ياخذوا الاعتبار وياخذوا المكانه انا كنت وضحت لي صورة ويتفكروا التول اللي عاشوا معنا قدمت مذكرات تنظيمية فيها التهيكلة في تحديد صلاحيات رئيس الحزب تحديدها بدقة خلنا عرفوا كل حتى نظام داخل يعني نعم اكثر حتى من نظام داخل قلت ميجيش راه وقتها عركة كبيرة معناها سارت قلت رو ميجيش مدير تنفيذي فهمتني ومالي وكذا سيري ضبل حاجة قلت نعيط له على اللعويتي انا وقتها اه هو مدير تنفيذي لكن هو اللاهي بسيرباجي ادخلوا ويخرجوا امين سر يعني وحتى تعركنا مرة والله وكانت ريضا ساحبي قلت له ريضا انتي جيبنيك مش تشري الوراق وستيلويت وتكري الكراها بتلهب الادارة واللي تحب تعمل السياسة فهمتني وغتغشش سيرباجي منها قالي لا ميجيش وكذا قلت له له ميجيش خنجيبه مدير مالي محايد شو واحد يعمل السياسة وعنده ادمنستراتيف كريمو ادمنستراتيف كريمو واستمرت السراعات في هذا وما توفقناش انا عندي ما يثبت بالمكتوب وعندي حوالي توا يعني ثلاثة ارباع كتاب نحذر فيه بش نخرجه على التجربة هذية لانها مهمة ياسر في الانتقال الديمقراطي وما عرفة بالربيع العربي في هذا الكتاب اسود هذا لا 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 كتاب ابيض وقرنفل وورد وجوري وياسمين لا لا مانيش سوداويا اما تدوين للتجربة وعليش وصلنا لهنا اه حتى ما قالت صدرت في جرائد البيانات اللي صدرت الحكايات اه وثقت العملية هذي الكل وعندي فيها تحليلي وقراءتي السياسية طبعا مش بكري توفيح مزيل لا 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 معاينة معايشة لواقع اكثر منه لانه هوقع بش تبنى احزاب اخرى راهو شوف اه اذا ما تتبدلش الاليات شوف انت تعمل في تجربة في الكيميا ولا في الواحد اه وفر نفس العناصر نفس المقدمات تقود الى نفس النتيجة تعبش روحك احزاب الشخص والشخصة واللي تبنى على شخص مستحيل تتطور الى وخاصة احنا مجتمع مش فلاحة نكون مزلنا مزلنا العقلية على الاقل والثقافة ريعية رعوية مش على اصص مع انتم العقلانية اللي جابتها الحرب العالمية الثانية الاوروبا وجابتها مدارس ومدرسة فرانكفورت احنا عنا عنا ادوات نستعملوا فيها مصنوعة البلار باهي وعنا حكاية باهي ولبسة باهي وكذا جاية اما جابتش عقليتها معها عقلية انا انا تجربة بيناني دا تونس وقت لنشوف عباد اه اه يوقف واحد عمره ستين عام قلنا لا الحزب ناقص ديمقراطية يلزم فيه ديمقراطية ويلزم فيه القرار الجماعي قام واحد وقتها في جمرة قال له استبد يا سلباجي استبد انما العاجز ومن لا يستبد يا سلباجي نحنا طالبينك تستبد وقام واحد اخر قال له السيمان والاحديد اللي شريت هنا والياجور باش نبنيه البنية قاعدين نضربوا به نضربوا في بعضنا به يعني ثقافة استنى اولادي يهديكم ربي اولادي راول بندير للدرجة يتقعر ويتقطع اولادي يهديكم اولادي يرأي لا تغنى لوطان نحكيه على تصريحات اخيرا برهام سايس قاله وجبتكم بالاسم منضرب الحجالي لازار العكرمي هذو ما قاعدين يشوشوا على حزب عنده مدير تنفيذي او رئيس اسمه حافقايد سيبسي وعنده سيفي كبير مؤخرا هابد سيفي حافقايد سيبسي على السفحة رسمية بتاعه بخلاف له قبلي طفلين طفلتين عنده عنده ما يقول في العلوم بلسية وعنده شوية كاخدم في الفلاحة دونك السيد مع انت قاعد مسيطر على الوضع في الحزب اخويا بالنسبة البرهان انا توقف عند ربي قوي يساعده ان شاء الله وبالنسبة سيحافظ انا لا اعتبره زعيم ولا قايد الحزب اغتصب الحزب وفكه بالقوة وعثرنا الناس بزلالة في حمامات واستعمل السلطة فك به الحزب الايام ونداولها بين الناس القواعد هل تابعتكم سيد لازهر القواعد حتى اولا ما قررت مسكرة والدنيا كلها شامبردي ما انا هذا اللي نعرفه والقواعد عنك ياسر 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 ناس متعاطفين معانا انا يكلموا فيه من الفوار ورجين معتوق حتى بنزرت ولا اعتقد نفسي اخرجت من حزب اللي اكونت واسست وكان نمشي بشوية انانية قولك في ديسمبر وفي جانفي الحزب اكثر ناس اعطاو فيه انا والباجي قاعد سبسي وعندي هذه المنزلة لان اتخلى عنه اليوم اخويك ولت مكاسرة وانا قلت في ذا اخرى حافظ بوحي ولباس علي وانا يتيم وبابا ميت حنا نستنى ايه لك المشكلة فكو 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 بطريقة فكو بطريقة لن تعطيه شرعي بالعرض دوركم انتوما المؤسسي لداء تونس معتا لا خارج الحزب لداخل الحزب تموقع متاعكم وكأنه مع انتا موش مفهوم فاش قاعدين تنتظروا تنتظروا في الخراب تنتظروا في السفينة باش تغرط باش انتوما تقول والله احنا سلوك لا 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 في الاحزاب ما يصيرش هكا احنا تركنا لهم حقهم في الفشل فليمارسوا حقهم في الفشل كاملا وفي المقابل انتوما ايه برنامش ليه في المقابل باش نمشي مجل الشيوخ انتوما برنامش توهي شنية وقت تقع حزابي يقول لك انا خرجت انا مانيش باش نمشي عام الحنوت الحزب هذا حزبي والوقت راهو كفيل راهو نحنا نتحرك داخل الزمن وداخل المساحة خلي الزمن هو يمشي وانا عارف وين ماشي مانيش باش نقوله لك بابي وين ماشي مستش نورنا شوي لا لا انا باش نعبت لفيات بعد مش من بليزير لا برنامشكم كشخصيات نعم برنامشكم كشخصيات موسى انت رضاب الحاج مضرب الحاج عليه المسعودي يعني هناك عدد يعني هناك عدد من الرموز الان نفكر في منتدى تابع ليندى تونس طبعا مش بالضرورة ما ارتبط تنظيميا بش ساحح له سيحافظ في أوراق لانو سيحافظ بيدو سيحافظ ولا مؤسس في 2014 ريترو اكتيف رواه بأثر رجعي صحيح كان يجي ويقعد في القهوة بحض الحزب توتولوند الابريود اللي كانت الناس فيها تقاوم العلم لك حل بقى توخويا معلم انا مش معلم علي هذا بيقول انا ملمسيته ولمسيت حد لجب انتحد هذا سيحافظ مش معلم علي منتدى اشي مهامه سيحافظ نعم منتدى ما هي مهامه منتدى نحنا نشتغلوا على الافكار ونشتغلوا على الناس ونشتغلوا على لانو واللي يقول لي ما عندك شصيفة يتفضل انا مؤسس واسمي في الوزارة الأولى موجود انا وسيل باجي و الى حد الان ما هو القانونش يقول ما نجمي تغير وضعي كمؤسس في ندى تونس الا بمؤتمر انتخابي اللما اللي صارت في سوسة عملية هذيك اللي نعتبرها انا جابت سيحافظ زعيم انا مكنش موجود فيها ولا هي مؤتمر كان هاني نسمع انا في التراتيجة حديث ان شاء الله ان شاء الله يخلط صحافة مؤتمر انتخابي عظيم والله يو كان نتهنى انو الحزب اموره ماشية وانو حافظ على التوازن تو نمشي انا بديت نكتب في الصحافة هذا دجا في اخر خبر كل الهر ثلاث عندي بطاقة رجعت نكتب في البطاقات كما ينبن علي هذا ما يمكن كما ينبن علي اي رجعت للمثقف لا لا مش رجعت هذا جزء من نهاري اللي هو مرة في الأسبوع نعم بينكون في هاري وخطر حتى مساحات العلام تنجم الضيق في المستقبل لانو مهدد يعني العلام مش العلام مهدد ثم مجموعة وجوه ينحسر ظهورهم في العلام بتوصيات والتدخل ونعرفوه ذا ما حتى حد من نجم ينكروا حتى حد من نجم ينكروا يعني عودنا الى الماضي المربع الاول لا لا ما نجوحش انا بالطريقة ذي عودة الاستبداد عودة الاستبداد تضييق وي فاصل معناها بارالتاز مرحلة اعتبر سنتعطول مرحلة هاذي ولا ماش استشرافك انت المستقبل لا لا استشرافي لانتطول انه على مرمى العين وعلى مرمى حجر فما نقطة فقط المؤتمر سوسا وما وصف مهوش متمر مهوش متمر يعني لما تسوسا اجتماع سوسا كان نتاج لعمل لجنة سيد يوسف الشهد يعني انت عندما تحكم على ما يحصل الان في النداء الا يشمل هذا يوسف الشهد هو رو شوف رو وقت اللي كانت مؤسسات الحزب تخدم مكتب سياسي واتفاقنا تكون ضده ولا معاه جبنا محسن مرزوق ولا مين عام ومكتب تنفيذي يشتغل وزراء في الحكومة يجتمع بهم الحزب وقتها حافظت شعبتي يحب يفك الحزب جيبنا يرذيناه يقولنا له ناي برئيس تحط ناي برئيس ما عجبوش هم يحب حد معاه يحب الناس يكون ولي نعمتهم كي يتكلم يسمعوه الحقيقة احنا مكناش وما كانش حتى واحد من القيادات قابل انه يهز صبعه يقوله سيحافظ اعطي لي الكلمة خطر فيه منطقنا مجيش في منطقنا مجيش العملية هدي فمن وقتها هو عملنا اللقاء الكبير اللي فيه رئيس الحزب وفيه لمين العام وفيه المكتب السياسي وقالنا انتخبه في بالو بشيفوك بالانتخاب ما طلع حتى احد فيه جمرت ما منتخبه الكتلة والمكتب التنفيذي اه مئة وتسعين واحد انتخبوا مكتب سياسي ما طلع لوحد وحطيني وقلوا ديما اختانة منتبلبيز واختانة من كذا اه بعد ابعثونا كيران اخي تتفكر الناس كلك لو شام على كتاف والروس الحليقة وبعثونا وبعد قالوا لا لي طارات جايين يحبوا يلوموا على القيادة في الحمامات هذا في الحمامات واحد نوفمبر يوسف شاهد بعد يوسف شاهد انا قبلت وقت اللي عمل لجمة ثلتاش ونتفكر في لقاء قتلوا راه وطموح حافظ جارف يحب يفكوا الحزب بالقوة كانت نجم تقف في الموضوع هذا مش من حقه مش من حقه على الاطلاق لانه حقيقة امكانياته الذانية لا تسمع بالعربي وخليني من سيفيل الخرج واللي هو كان نايب جورج بوش وهكال الحكاية متاع نيس ومانيون كلية الحقوق في المانيون الناس كل تعرف انا كنت غادي العملية هذية قتلوا من جيش يوسف شاهد كان اكد لي وقتها قال لي انا مذبية نسكل نتلمو ونسكل ترجع ونسكل تجي ونسكل ونلقاو حل كي مشاه غادي باش ما نحملش يوسف شاهد 100% المسؤولي خرج كي ما كلي دخلت خضرة خرجت حمرة مشاهو على اساس يقع توافق ويقع كذا تجا عمل الاجتماع جاء الاستاذ راشد الغنوش يخطب قال نحنا هذو ما هما الوساطيين اللي معاهم الاخرين رنى مش يسار خشكون يسار توا منظر قدامك يساري تي بعد تجربة اللي يبقى اللي يبقى عمره واربعين سنة ويرجع الكتاب باش يحل الواقع قدامه وناس كره بعمل اكسيدان ولا امرأة تطلب يقولك خلنشوف الكتاب زعمة شنو ماذا هو التكلس والتخشم المهم مش هذا التفريعة هذي ادخلنا فيها اللي صار وقتها تتفكروش انه هما خرجوا منك يسموا فيه مؤتمر سوسة والناس كلها استقالت وهربت وتفلق شنية الاستقالات لانو صارت عملية سطو على الشغل اللي اشتغل عليه اللجنة ويوسف الشاهد وقته وتحويل الوجه متاع مجموع نقوله من توفقي الى معنت معسكر حافظة يا ولدي حافظة رجع معلم من غادي رجع معلم من سوسة وتفلق الحزب في علاقة برحكومة شأن الحكومة في المرايحة البراح قال تصريح في كابوتينو قال انو حافظة السبسي متقلق من يوسف الشاهد ومن المستقبل السياسي ليوسف الشاهد يوسف الشاهد الامس ليس يوسف الشاهد الان الحكومة رئيس الحكومة ماذا عليكم؟ انا والله ادعو سيادة رئيس الجمهورية انو اذا كم بش ندخل وتوى في اللغة هذي هرو تعرفش معناه هذي هذي حرب الخلافة يسميوه منذ حرب الخلافة؟ لا 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 ما قلت هاشا اما ادعوه الرئيس بيدو انو يضع حد للشائعات وهالحكايات وهو فلان والاخر والدو والاخر احد معناها اولادو ايضا يوسفو هو اللي زكاه وهو اللي جابه كونو ما نجاودي وش نجاوب انا ما ما نجمش نجاوب نجمش ما فاماش حرب خلاف الصعب الاجابة لا لا ما نجمش ما نجمش نجاوب بنعرف اللي حافظه مع بادي عاي طوله في خامة الرئيس وعينه ياسر على كرتاش طول محاطر ياسر وانا نقوله بشكل اخوي حتى المرنجية رام عملونها طريق سيارة رسالة قوية دي حتى المرنجية عندها طريق سيارة حافظ بكل اخوية حاول تعقل راه الليد لتسفق تضربك بكافة لكن حافقة تبسي معها الغنوشي معاها شفيق شرية معاها ناس دعمته اليومة كيف سيذهب الى المرنجية سمعت حتى مكرون يبدو انه مع انت سيقطعونا طريقة حتى حتى مكرون و ترامب بعثوله قالوا لورنا ماك اه تلمح لي انه مع انت انه البساط سيسحب قتلك اليد التي تسفق هي اللي تضرب الكفلو لا يعني حرب الخلافة الان يبدو حتى من جهة يوسف الشاهد انه هنالك انزي اعاج على ما يعرفش ما انا لا على اتصال لا على مع يوسف الشاهد ولا مع حافظ طايد السبسي يعني ما ورين لا وجود دي سباق حاول خلافة الرئيس باجي قايد السبسي لا لا انت اه انا سمعته منك لكن انا ما عنديش اتصال لا بهذا لا بهذا نجمش اه 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 نقولك ونقول في حق تونس وفي حق الرئيس عيب عيب رئيس يحكم موجود وكذا والناس تحكي على والخلافة والخلافة شنوه شوه الا توافقوني في ان النهضة هي المستفيد في كل محطات وهذه الازمة يعني تمكنها من يعني تمركز كقوة ورقم سعر في علاقة بالمساعد حزر رقم زيدة هي لعب الدور هي النهضة اصلا رو في في عملية تعفين هذي اه يعني مش با لكن انا من اتهمش ونحب نقول حاجة راهي النهضة اليوم حاجتين تمح حزب حركة النهضة وفم مكتب الشيخ رشد الغنوش انا نعتبرهم يختلفوا ياسر على بعض المكتب اللي فيه سبعة ثمانية صحاب قرار والحركة اللي شفنا فيها تصريحات وشفنا ناس تبحثات ديمقراطية داخل الحزب وشفنا كلوش تحبنا المؤتمر وتبعنا الواحد وتستفيد اه انا ان شاء الله بقدر ما تستفيد بقدر ما تتتونس امر غير محسوم لديك تتتونس لا ما نحن مازلنا نشوفوا في العلاقة الاقليمية وفي العلاقة بعض العباد يحسوا التركيا قرب لهم من التونسي العلماني مش به تتتونس بعد ما يتم غلق ملف المسالحة ممكن ها بترضيات والله يشوف ملف المسالحة توا غلوب تصالح في روحي قالتهم كل فهم فهمتني شو المسالحة توا المسالحة مفهوم نورمال ما يخلق التنمية ويخلق التقدم والشعوب المتحضرة تتصالح في شهرين ثلاثة توا اخويا وحلت المنجل فنقول لها كي ما يقولوا وحلت وواقفة وقانون موجود عند مجلس النواب خليه يشتغل عليه وولينا بش نقولوله وش اسمك نقولوله مع المسالحة ولا ضد المسالحة وبعد العدالة الانتقالية وجلسات الاستماع وكل اللي صار وكله تا مجتمع مازال مقسوم معناها بيروح اقتتال مش بيروح مش كاف العقلية مش في القوانين لا يخدموا بها المسالحة فمش كون يخدم بها ضدوا معا شكرا لك لازال عقد ما يعوض مؤسس شكرا لك انتي على قبول الدعوة ترجمة نانسي قنقر